دي جانا لحضراتكم مرة تعنيا وبرحة بضيفي لمنورني النهاردة في الستوديو الكاتب محمد المشد والحقيقة إنه الكاتب عنده خمس روايات اجتماعية وإحنا النهاردة بنتكلم معا عن أحدث إصداراته وهي رواية جريمة عاطفية أهلا بيك يا محمد أهلا بيك منورنا وكلمة جريمة عاطفية دي تخض تخض يعني إنه الحقيقة فيه جرائم عاطفية كتير بس إحنا مش عارفين الجريمة في أنه مكان أو في أنه اتجاه بالزبط كده اختيارك للعنوان أكيد كان يعني عليه عامل كبير جدا من أن أنت تفكر إيه الحاجة المناسبة للي أنت كتبه ليه كريمة عاطفية وليه كررت أن اسم الرواية بتاعتك يكون جريمة عاطفية كان الأول كنت بكتبها باسم جريمة لا يعقب عليها القانون في جرائم كتير في المجتمع ملاش في القانون يعني جرائم في البيوت جرائم بين الأشخاص فالقانون ملوش تدخل فيها لما عادنا معذر النشر وعادنا نفكر أكتر فطالت جريمة عاطفية تبقى جريمة عاطفية تشد أكتر يعني أكتر احكي لنا عن الجريمة بتاعتك وحكي لنا عن بطل روايتك وحكي لنا عن الحكاية التي طرحتها من خلال آخر إصداراتك يعني الفكرة هتبدأ بأننا الجرائم متعودين هنا في قتل في حاجة جريمة بس أحياناً بيكون فيه جرائم إنسانية وليها علاقة بالمشاعر وليها علاقة بالإنسانية بشكل عام وليها علاقة بالعاطفة والعواطف زي ما أنت سميتها كده جريمة عاطفية بس أكتر دي غير الجريمة المادية التانية اللي بتتنفذ يمكن كنت بقارن دايماً ما بين لو واحد سرق وتقفش في سرقة كبيرة فهو عمل جريمة السرقة طيب اللي أنا بقى بناقشة في الرواية لو بنت خطفت راجل من أمه فدي جريمة من نوع إيه؟ يا سرقة سرقة يمكن أكتر من إن أنا مثلاً أسرق موبايل حضرتك أو أسرق حاجة خطفت راجل من أمه بمعنى إيه؟ يعني خطفته طفله ولا بنت خطفت راجل كزوج يعني كزوج كزوج أه طبع شوفنا النمازج دي كتير كتير اللي بتأسيه على أمه يعني تقصد كده النموذج دي؟ بسرقة كده اه فسرقت راجل كبير من أمه بعد ما كبرته فهو اتسرق فأنا كان بالنسبالي لو قدامي لو أنا قاضي يعني أو قدامي واحد سرقة مثلاً لابتوب واحدة سرقة راجل من أمه فأكيد عقوبتها أكتر يعني هو الاتنين سرقة مفهوم طبعاً فده اللي أنا كنت بحاول أنا أقشه في الرواية اه وده شكل من أشكال الجرائم العطفية أو شكل من أشكال الجرائم الإنسانية